إذا عرفت تترجم جميع هذه الجمل بنفسك قولة باللغة الإنجليزية وتستعمل التعبير الصحيحة تبطمنك أنه أنت مش مستواك مبتدئ وإذا ما بتعرف خلينا نتعلمون لأنهم تعبير جد همين وبنستعملون كتير بمحالثاتنا اليومية بتسمعوهن بالإنجليزية المتداولة بتسمعوهن على التلفاز بتسمعوهن الناس عم يتحدثوهن لكن ممكن ما تلاقوهن بالكتب فيلا خلينا نبدأ let's get started كيف نقول هو شايف نفسه هو شايف حاله باللغة الإنجليزية كان هذا التعبير إذا نبدأ he is وممكن تبدلون تبدل الضمير وعأساسها تبدل تصريف فعل بي يعني he is, I am, you are, she is, it is because we are, they are طيب التعبير اللي بدي إيك تتعلموا هو full of فعالين سنستعمل ال reflexive pronoun اللي تعلمنيهن بالدرس السابق المطابق للبروناون أو الاسم إذن he is full of فحنحط الى آخره راجع الدرس السابق لحتى تعرفون إذا ما بتعرفون فهي is full of him self أوكي؟ هيرا هو التعبير full of one's self هي مغرورة حلق لحن نتعلم adjective إذن she is arrogant طبعا ننكر يكون في عنا adjectives أخرى مثل she is full of her self طيب مثلا they are full of أكمل الجملة تبلي إيها في تعديل they are full of طيب أتفق مع ما تقوله شوف لهذه الجملة I am agreeing to you هذه الجملة صحيحة؟ كلا هذه الجملة خطأ وهو خطأ شائع وللصلاحة في خطأ إذن أولا agree ما هنقول agreeing سنستعمله بصيغة لpresent simple دائما نحنقول I agree ما منقول I am agreeing ما منج نستعمله كتير بpresent continuous our continuous tenses إذن I agree هنا لما تقول إنه تتفق مع شخص آخر هتقول with you I agree with you هنا المعنى لك كان أتفقوا معك I agree with you طيب جملتنا هي أتفقوا مع ما تقوله فراح نقول I agree with what you are saying I agree with what you are saying إذا بدأوا أتفقوا مع ما قلتها بالماضي I agree أتفق الآن with what you said أوكي مع ما تقوله الآن you are saying مع ما قلتها with what you said إذن I agree with what you are saying طيب شفت هذه الجملة الجميلة يمكنك الاعتماد علي حيكتب لك جملة إذن سنبدأ ب you ويمكن حنقول can طيب ش يعني يعتمد يعتمد حن فيك تقول depend لكن حتسمعون والمحادثات حيستعملوا هذا الفعل اللي حتستغرب إذا بتاعك شو معناته count count إذن أنت يمكن تعرف count معني أنه يعيد واحد اثنان ثلاثة this is counting لكن هنا count ستأتي بمعنى الاعتماد على شخص ما you can count ودائما نحنقول on وما me you can count on me you can count on me إذن depend هنا لإعتماد لكن مش إنه بشكل ثقة إنه تعتمد على شخص ما لكن مثلا تعتمد ماديا تعتمد بشكل يعني مش معنوي هنا you can count on me يمكنك الاعتماد علي شكل معنوي أنا لح ساعدك هذا هو المعنى أوكي وشاهر التلفاز من وقت إلى آخر إذن عالنا I تعرفه تعرف تقول وشاهر التلفاز كيف نقولها I watch TV أو television لحسن كيف نقول من وقت إلى آخر أو من حين إلى آخر فبينا نقول من وقت إلى آخر صح؟ فبينا نستعمل أيضاً تعبير آخر هو every now and then every now and then يعني من وقت إلى آخر من حين إلى آخر أو from time to time اللي بدكي I watch TV from time to time I watch TV every now and then طيب كيف يقول أهونها باللغة الإنجليزية يعني ما تعتلهم أهونها ما بدك كل القصة القد حنستعمل Take it easy إذا الآن اللي بده يعمل سكينشوت يعمل سكينشوت خلينا نراجع هذه التعبير مباشر هاول أن تقرأ معي أيضا حتى تتعود تستعمل اللغة الإنجليزية وتتحدث باللغة الإنجليزية He is full of himself فكرة أنا نراجع ويبك كيف نقول They are full of أكمل لجولة She is arrogant I agree with what you are saying You can count on me I watch TV from time to time I watch TV every now and then Take it easy إذا كيف نفسك الآن من خلال الضغط على زر لايك وبنصحك تشاهد هذا الفيديو وإذا حسيت إنه هذا الدرس كتير مهم شاركوا مع شخص أنت بتحبي يستفيد معك بشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل السلام عليكم